بعد أن انتهت أعمال الترميم والتحديث وأعيدت الخدمة لكنيسة القديسين بوتروس وبولوس للروم الملكين الكاثوليك في بلدة عرجان شمال المملكة أقيم أول قداس احتفالي في الكنيسة فرأسه الموتران كير جوزيف جبارة بحضور عدد من المسؤولين والأباء الكهنة إلى المزيد ما أحب مساكنك يا رب القوات تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب ويهلل قلبي وجسمي للإله الحي قبل عشرات السنين تم تتشين كنيسة القديسين بوتروس وبولوس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة عرجان بمحافظة عجلون شمال المملكة على الطراز العمران القديم وكان البناء في تلك الحقبة الزمنية بسيطا جدا ولم يكن قد شيدت فيه غرفة السكراستية والأيقونستاس وكان قد خدمها الكاهن المتنيح الأب بطرس حداد والكاهن المتنيح الأب ثلج حداد قبل أن يعود الأب بولوس بطرس حداد ويتمم ما نقص أو تلف من بنائها وإعادة الخدمة إليها أيها الرب لله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح وبعد مرور سنوات عدة أقيم قداس احتفالي بمناسبة تتشين السكراستية والأيقونستاس ترأسه سيادة المتران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بيترا وفلادلفيا وسائر الأردن بمعاونة كاهن الرعية الأيكونوموس بولوس حداد والأب غالب بواب كاهن رعية إربد وعدد من الشمامسة وجوقة الرعية حضر الصلاة مدير عام شركة جت معالي السيد مالك حداد والنائب وصفي حداد وجموع من سكان البلدة وعدد من المدعوين والضيوف وفي عدة القداس تأمل سيادة المتران جبارة بالنص الإنجلي الذي قال من سقى أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد فإنه لن يضيع أجره متأملا بتلك الكلمات العميقة التي تعلمنا معنى العطاء والبذل مؤكدا سيادته أن أبناء الرعية المحسنين إليها لن يضيع أجرهم أبدا يقولون الناس من سقى أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لن يضيع أجره تصوروا يعني كبيت ماء الواحد يعطيها للتاني الأجر ما بيضيع فكان بالأحرى إذن كانوا عمل إشياء أكتر من كبيت ماء بحب اليوم باسمكم جميعا أدم شكري لأبونا بولوس اللي تعب فيها الكنيسة شكر أيضا موصول لكل اللي ساعده من قريب أو من بعيد من أجل إعادة ترميم هذه الكنيسة من أجل فتحة حتى نقدر نصلي فيها كلنا سوا بحب أذكر اليوم موتاكم اللي راقدوا على رجال قيامي قسم منهم مدفون هوني بالبلد والقسم الكبير يمكن صار برات البلد بحب أذكر اليوم والد أبو نابولوس اللي هو أبو نابوتروس اللي مدفون هوني إلى جانبنا في الكنيسة واللي اليوم عاب يسمع هذه الصلوات من أمام العرش السماوي بحب أذكر كل الأشخاص اللي بيبالكن اليوم حاضرين معنا والغيبين موجودين في الأردن وبرات الأردن المسافرين أيضا اللي كانوا عايشين في هذه البلدة واللي تركوا يوما ما ولكن ظلت أملاكهم ظلت بيوتهم موجودة هون تشهد لحضورهم الدايم وإن شاء الله شوي شوي نقدر نرجع إلى هذه الضيعة الجميلة نحن واجهين على الطريق دهشت بهذه المناظر الحلوة اللي ذكرتني كتير ببلدي هالخضار هالأشجار كل شيء حلو في المنطقة لا سبب بيحرز أنه الواحد يطلع من وقت إلى آخر من عشقة عمان ومن الضجي من عمان ومن استرس اللي منعيشه كلنا سوى وسط هذه المدينة الصاقبة حتى يجي الواحد من وقت إلى وقت لهون يتمتع بهذه المناظر الخلابي والجميلة نشكر ربنا على هذه الطبيعة اللي اعتنا إياها وحتى نعرف نحافظ عليها كلنا سوى بنعمة الآب والابن والروح القدس أمين صاحب السيادة الجليل وقبل الختام شكر الأب حداد سيادة راعي الأبرشية والكهنة وكل من شارك في الصلاة على حضورهم ومشاركتهم بلدة عرجان بيومها المميز أولاً أرحب بسيادة المدران لأول زيارة يأتي فيها لهذا الجبل المسمى راس الدير لزيارة هذه الرعية العزيزة على قلوبنا من ثم بشكركم أنتو بشكر الدكتورة على غيرتها وسهرها وحديثها عم تنقل صوت المسيح لا للأردن فقط بل للعالم فلما المسيح قال أنتم شهود لي عم تشهدوا للمسيح بكل كلمة وبكل عمل لذلك لا خوف عليكم لأن من كان مع الله لا خوف عليه أرجو من الله أن يحفظ الدكتورة وأن يوفقها وكل من يعمل بهذه المؤسسة في سبيل أن ينقل صوت المسيح للعالم ومن ثم نور سات كلمة نور المسيح قال عن نفسه أنا نور العالم من تبعني لا يمشي بالظلام إذن نحن نسير في النور ما دام النور معنا اللي هو المسيح كما قدم دروعا تذكارية لسيادة المطران والأب بواب والدكتورة باسم السمعان ومحسني الكنيسة وبعدها ألقيت كلمات عدة من شيوخ الرعية ووجهائها شاكرنا خلالها سيادة المطران بحضوره مع ضيوفه الكرام القادمين من العاصمة عمان وختمت الصلاة على وقع طبول الموسيقى الكشفية لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك من رعية الهاشم الشمالي وفي نهاية الاحتفال التقى الجميع حول مائدة المحبة شاكرنا نعم الرب الإله على عطياه الجزيلة